في إطار التوجيهات الملكية السامية بتوفير 40 ألف وحدة سكنية وتنفيذا لأمر صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد بتوزيع ألفي وحدة سكنية على المواطنين توصل وزارة الإسكان توزيع الوحدات السكنية على المنتفعين من مشاريع المدن الإسكانية الجديدة وأكد سعادته المهندس باسم بن عقوب الحمر وزير الإسكان أن استمرار عملية التوزيع في مدن البحرين الجديدة تضف إلى انجازات المسيرة الإسكانية بالمملكة كما أن رعاية الملكية السامية لقطاع السكن الاجتماعي والدعم اللامحدود من قبل الحكومة شكل حافزا كبيرا لتنفيذ خطط المشاريع الإسكانية ومدن البحرين الجديدة ومشاريع المجمعات السكنية واستقبلت الوزارة المنتفعين من أصحاب الطلبات المستحقة لاستلام شهادات التخصيص بمشروع مدينة خليفة ومدينة شرق سترة وبالتزامن قامت بتسليم مفاتيح مدينة سلمان في موقع المدينة بداية نتقدم بشكر الجزير والامتلان إلى صاحب السمو الملك الأمير سلمان بن حمد سمو ولي العهد الرئيس الوزراء الموقر على التوجيه بتوزيع 2001 سكنية التي كانت بالتزامن مع أفراح مملكة البحرين بالعياد الوطنية وعيد الجلوس هذه المكرمة عمت الفرح في كل أنحاء البحرين وإن شاء الله يكون هذه بداية لحل حالة المشروع الإسكاني فإننا نتقدم بشكر لسمو ولي العهد والشكر لسعالة الوزير باسم من يقوب الحمر على متابعاتها الحثيثة لهذا المشروع وحل حالة هذا المشروع وإن شاء الله نتمنى تكون في مشاريع ثانية أكبر إن شاء الله ويتحل حل هذا الملف الذي يعتبر مطلب أساسي لكافة المواطنين الكل يعيش أجواء فرحة بسبب التوزيعات في مدينة سلمان حسب التوجيهات الأخيرة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة في جلسته المجلس الوزراء السابقة هذه التوجيهات حقيقة أثجت صدور جميع الطياف المجتمع البحريني بما فيه مؤسساته الأهلية والرسمية وذلك لطمئنان المواطنين باستمرار توفير الحاجات الأساسية للمواطنين من الخدمة الإسكانية ونحن هنا نود أن وجب علينا الشكر إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على حرصهم على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين بشكل أمثل ترجمة نانسي قنقر